فكل صورة هتنزل معنا أنواع الأحساس الأول فهي عكس مع الأحساس لو إنسان بيحس إزاي فيه نوعين من الأحساس فيه عصبين الأحساس فيه الأحساس السطحي والأحساس العميقة الأحساس السطحي люди يحس بالألم للمس درجة حرارة غمى ديانية بيحرك ييده يحس النصابة بتحرك يحس بالاهتزاز يحس بالضغط الأحساس preacher الأحساس العمية ده أنه هو المريض هو مثلا بغمد عينه وبيحس بأي مثلا حاجة على يده زي الشوك الرنانة دي يقدر يحس بيها بس ده طبيعي كل الناس كده ده أنواع الإحساس فيه الإحساس العميق والإحساس السطحي ده نوع من أنواع فيه بعد كده فيه بعد كده اللي هو الإحساس المخي الأعلى ده بيكون أعلى في مكان أعلى في المخ في مركز من مركز المخ العالي أنا أكتر فيها كسمها cortical sensation أو الإحساس المخي الأعلى ده وهو مثلا كاختبار أن أنا مثلا بخلي المريض يغمد عينه وأرسم مثلا بكتب مثلا رقم وهو يقدر يقول لرقم دي كده معناها أعرف أن الجزء الأولي من المخي الحسي شغال كويس فدي كلها إختبار من الاختبارات ده نوع من أنواع الإحساس الطبيعي في الجسم والطبيعي ويكون لناس مفروض بطرف تأمر التلف حاجات دول أو عندها التلف حاجات دول لما مثلا المريض يكون جاي مثلا بعد شارب جلطة أو الحاجة لازم أكشف أشوف الإحساس في مشكلة أو لا والإحساس المخي العالي عشان أعرف ده راجت الجلطة وصلة فين في المخ فأني مركز بالزبط نعم يعني لو واحد عنده جلطة مش هيعرف يتخيل الباس ما إيه اللي على إيه على حسب ما كانها ومن هنا يأتي الكشف بقى نعم اللي بعده تعريف بقى كلمة اللي هو التنميل فعلا كلمة التنميل من جاي من كلمة نام لأنا كتبتها بالعروب عشان برضو أبسط المور هو الإحساس اللي يشبه زحف الحشرات صغيرة على الجلد ودي زي ما صورة كده أنا عاديك شايفها هو ده الإحساس بالزبط حاجات بتمشي على هو أساسا كلمة دي هو الإسم اللي تسمى فورميكا اللي هي بالليتيني اللي هو النمل أوكي وفي بقى أسيمي تاني زي الحكة الوغز الإبر الحرق أو الألم كل دي بس ده مش تنميل يا دكتور الناس بتقول ساعد بقى أنا عندي حكة يطلع في الأخي بتنميل فهو المصطلح ليه كذا كذا الناس بتقدر تقوله كذا طريقة نا بس هو فعلا التنميل واحد بيحس أنه في حاجة ماشية على جسمه بالزبط وهو هاد بيحس أنه مش عارف يعني كنترول كمان يعني مش عارف يحرك إيده لو نعم على إيده كتير بالزبط وفيه أكتر حركة دي نفسها صعبة وفيه أكتر من نوع إحساس فيه ناس تقولك أنه مثلا عندي الإحساس حسه مش ضعيف حس الإحساس زيادة عن لزوم